السلام عليكم مستمعي الكرام وأهلا بكم أينما كنتم سواء كنتم داخل الوطني أو خارجة أرحبه بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد أستاذ باحث بمعد الزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في التغذية والزراعة مرحبا بكم فضيلة الدكتور أهلا وسهلا بكم غدا بحول الله عيد الأضحى ونبارك لكل المستمعين الكرام عيد الأضحى بالصحة واليوم والبركات قد شرع الله الأضحى بقوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله تعالى والبدن جعناها لكم من شعائر الله صدق الله العظيم وهي سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدر عليها لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وإن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أضحية العيد وعن كيفية الذبح والتخزين وطبعا عن التغذية السليمة حتى لا نسقط في أخطاء قد تضر بصحتنا فالأخطاء كثيرة سنناقشها معكم فضيلة الدكتور بإذن الله للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال للأرقام الهاتفية التالية 05-37-68-51-00 أو 05-37-66-17-26-26 أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان أو عبر البريد العادي للبرنامج نخل رمان واحد زنقة البريه إداعة محمد السادس الرباط دكتور محمد الفايد إن شاء الله لم يتبقى على استقبال عيد الأضحى المبارك سوى هذه الليلة إذن حدثنا عن أهمية وفضل عيد الأضحى أولاً وثانياً كيف نتعامل مع أضحية العيد بكل أمن وأمان نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضحية العيد أو عيد الأضحى أو سنة عيد الأضحى هي من مقومات يعني الديانة الإسلامية وهي من الأشياء التي لم تأتي هكذا يعني قال الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بحكمة وأن كل شيء بعلة والعلماء الآن عندهم أقوى ما في الفقه والعلة يعني البحث عن علة في الأشياء فعيد الأضحى نلاحظ على أنه أولاً يجسد حالة كبيرة اجتماعية كبيرة وحالة معنوية كبيرة وحالة سيكولوجية ونفسية كبيرة وحالة اجتماعية يعني اقتصادية كبيرة وحدث يعني كبير وهو الحج يعني الحج من الفرائد وهذه الأشياء كلها يجب أن تبقى وأن تكون لها قمتها وأن يعني لا تتعرض لأي شيء يعني فيما خص تغيير أو تحديد الأشياء أو نحن نريد الحداثة ونريد التحديد ولكن لا يمكن أن يكون التحديد في عدم الأضحية هذا ليس لا يمكن أن يكون في الدين يعني هل لا نصلي أو لا نصوم لا يمكن فأضحية العيد أولاً نبدأ بالبداية أن جاءت هي كلها عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم هو ابن الدبيحين يعني سيدنا إسماعيل وعبد الله ابن عبد المطلب فهذه الرمزية الكبيرة التي نستحضر فيها هذا المشهد العظيم أن سيدنا إبراهيم آتاه الله سبحانه وتعالى طفل ولد لما بلغ من العمر عتية كبير شيخ كبير كيولد ومع ذلك شوف ابتلاء دي الله سبحانه وتعالى وولج في كتابه العظيم وقال ذاهب إلى ربي سيهدين يعني سبحانه ربي هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى خليا أبتي فعل ما تومى ستجني إن شاء الله من الصابرين فالما أسلم وتلاه لجبين وناديناه أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤية يعني شوف القرآن قوي جداً يعني فللهينا كذلك نجزي المحسن إن هذا لهو البلاء العظيم يعني مش سهل هذا وفذيبناه بذبح عظيم يعني هذا ذبح عظيم كان كبش أملح جيد كذا يعني فذاه الله سبحانه وتعالى من عنده كبش من الجنة فذا به الله سيدنا إسماعيل عليه السلام لكن كنشوف أن مناسك الحج مناسك الحج كلها قصة سيدنا إبراهيم مع إسماعيل مع هاجر مع أمه لأن هذا الملك لو كان مثلاً شيخ كبير الآن في الوقت دينا لو كان شيخ كبير مش نبي طبعاً مش نبي لأن صفات الأنبياء مش نية صفات الناس العاديين لو كان شخص عادي كبر عنده مئة عام عدو لد ولد ما يمكن ولا حتى إذا بغى يدبح ولا بغى ينافق مع نفسه ما يقول هاش لي يهز دري ويهز سكين ويديه يدبح وصفي يعني الله سبحانه وتعالى حتى المكان اللي كان يدبح فيه سيدنا إسماعيل كان وره لي وأن سيدنا إبراهيم ووراه الله سبحانه وتعالى فين يحط الكعبة بالضبط في المنام يعني وره فين غد يحط وره لي كانت تغطات كان جات يعني هذا وعود بينها سيدنا إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني هنا سيدنا إبراهيم شل هذه الكعبة بالضبط المكان ديلا وعراه يعني من ذيك الريمال وذيك الحجز وعود تم بناء الكعبة اللي بناءه وسيدنا إسماعيل اللي جاءت في صورة المائدة وإذ يرفعوا إبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فهذا المشهد العظيم القوي العاية ممكن إنسان أن يتصوره أن شيخ كبير أتاه الله وطفل يحلم في الليل يراه في المنا أن يتبوح وغيرتكي وغيرتشاور معه يقول لي يجي عن دير أنا شتكنذب حكاش ندير ولكن يتشاور معه الولد والتي يقول فعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابر إنك يقول لي غير قذي الغرض هو كيش تجعبه ليعود يتراجع على الأمر سبحانه وتعالى وأن سيدنا إبراهيم كانت عنده أوامير من الله الملك الله الهاجر هي والولد لا تمه مشاه وما بغاية أبعى تغوث هو ما بغاية تلفت قالت أذلك أتركتني أمر أمرك من قال إذن لن يضيعنا من اللي الله سبحانه وتعالى ولي قال خليه مسير إنه لن يضيعنا هي فين طلع زمزم الدر من اللي اعطاه شو هي الله سبحانه وتعالى وسيدنا إبراهيم اللي خرج دعاء دعاء للبيت قال ربي إني أسكنت من دريتي بوادي غير عند بيتك المحرم ربنا فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من التمرات لعلهم مشكرون ربنا هذا هذا أرزقهم من التمرات شوف الآن في البيت حال الحجاج حجوه حال في ديال البشر وكل شيء واكل كل شيء شارب كل شيء مزيان كل شيء هذا يعني سبحان الله وعلى خير سيدنا إبراهيم قال ربنا إنه لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء يعني لا يخفى شيء فعل الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي السماء فالله أمر أمر عرف أن الله سبحانه وتعالى وحتى من اللي بغاو يداروا له النار وبغاو يحرقوا سيدنا إبراهيم جاء عنده سيدنا جبريل عليه السلام قال لي دعي قول الله أش بغيتي قل لي قل لي ناش أش ننديره قل الله أش نبغيت طلب طلب الله فقال سيدنا إبراهيم إن علمه بحال يغنيه عن سؤاله يعني شوف يعني دك الإيمان قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى كي يقول لي علم إن علم الله الله عالم الحال يلي إن علمه بحال يغنيه عن سؤاله فهذا فالله سبحانه وتعالى وقلنا يا نار وكني برنا سلاما على إبراهيم يعني فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخصار فهذا القرآن القوي هذا السنة للعيد الأضحى إن بهذا شكل ما كانت صوره ويتبحوا لما عن ذلك أنه فاء بالأهد és مع الله سبحانه وتعالى يا نائدنا وإهدران قد صدقت الرؤية نداه الله سبحانه وتعالى أن يا إبراهيم قد هنا في نكين هنا هذا والمهم أن قد صدقت الرؤية أنه سبحانه الله سيدنا إبراهيم عليه السلام مع صار صلى الله وسيل وجاء كل الأنبياء هكذا يعني كان الأوامر دي الله كانت تنفذ وكان الصبر وكان هذا ما سائل عن دمه ولولا الصبر ومن تسر نبيونه لا صديق طبعا ما كيكونش رسول ما كيكونش سريع وما كيكونش يعني حتى الرسول صلى عسلم اللي مات هذا الشخص بغير يصلي عليه سيدنا عمر وقفلي في باب قال لي يا رسول الله إنه منافق فقال لي يا عمر لم ينزل علي شيء تنحى يعني حيث سيدنا عمر ومشا صلى عليهم من اللي صلى عليهم جاء انزل القرآن ولا تصلي على أحد من المسلم إن صلاتك سكن ولا معجي أجاعدون قال لي إني أرى أن الله يسارع لك على سيدنا عمر يعني رضي الله عنه فهذه الشعيرة الدينية سنة عهد الأضحى هي تجسد أولا هذا الفرض لهو الحج يتتزامن وعن القرآن كم الآية تفضلت بها فصلينا أعطيناك الكوتر فصلي لربك وانحر نشانئك هو البطر ولكن نرجع لسورة الحج شوف سورة الحج ما بادياش بالحج بعدها صورة الحج بادياش بيوم البعث يا أيها الناس شوف يعني يا أيها الناس تقو الله يا أيها الناس وتقو ربكم إن زلزل تساءتي شيع عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذاتي حمل الحملة وترى الناس زكارة وماهم بزكارة ولكن عذاب الله شديد يعني شوف باديا الصورة باديا قوة قوة نعم ثم احتى ستتل الآيات ثم تجي وأدن في الناس بالحجيات وكرجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فجين عميق ليشهدوا منافع لهم ويدكروا اسم الله في أيام معلومات هنا مش معدودة في أيام معلومات لأن الأيام هذه الحج معروفة يا يوم الإحرام ويا يوم الناحر يا يوم الرجم هذه أيام معلومة أيام معدودة ومعلومة ولكن الرمضان قال فيه الله أياما معدودات هنا قال أياما معلومات ويشهدوا منافع لهم منافع ذلك هي تتقو الله وغضيتلقهم وعضيتهم ويستغفروا الله من الدنوب ومن الأشياء لأن الحج المبرور جزائه الجنة الحج المبرور هو أنه غفران الدنوب وأن الله سبحانه وتعالى تقبل منك وأن الأمر كلها تمت بخير ويذكروا الله على ما رزقهم ويذكروا الله في اسم الله على ما رزقهم من باهيمة الأنعام فكر يجعل اللي يتمتع ومن تمتع بالحج إلى العمرة فما استيصر من الهدي الناس تحدروا القرى لم يعدودن الهدي ومن مدaban عددوا للهدي فمن تمت عمرا إلى الحج من الأحسن المؤلمين يدركوا القرى نعم وهذا عالي أغلب الحجاج المغاربة يجعلوا التمتع ولكن تحصل الطائرة في الأخرى من الأحسن مولين يجعلهم قيران لأنه تكون بقى ربع يام يحرموا يجعلوا العمراء ويبقوا حارمين ويجعلوا القيران يكون أحسن لماذا؟ لأن الطائرة تصل على ثلث أيام بقى ثلث أيام لإحرام وكان طائرة تصل بقى ربع أيام وكان طائرة تصل بقى خمس أيام فجميع هذه الطائرة التي تصل بقى أسبوع لإحرام ما الأحسن يذيروا القران ما الأحسن لأن الناس اللي مشوا في الأول ما يقدرواش يبقوا حارمين شهر يصعب عليهم الحال يذيروا العمراء ويتحلوا وعاد من بعد يحرموا الحج فهذو اللي قد يمشواهم من الخرين من الأحسن يبقوا حارمين يعني هذه المسائلة أنا علي رديت لي البال مع الأسف شديد أنا مشيت من طائرة الخرين ولكن كنا شوية بقين متأثرين بذلك الحج وسميته وإذرنا نوين تمتع مكان عنا نوين قران لما لا لأننا بقلنا خمس يام ونحرموا فهذا المشهد العظيم أن الله سبحانه وتعالج على هذه الشعارة الدينية قوية جدا قوية جدا فكيعلمنا فيها كذلك حتى هذك الحيوان كيفاش نتعاملوا معاه يعني جاءت السنة الرصوص لعليه السنة المعلم الأول وكيعلم ناس كيفاش ينحروا خص يحد سيكين دياله خص يقطع الأربعة دبحهم زيانة وخص ضربة واحدة مش يطلع الموس يهبط الموس وعليه يرد الموس المهم ضربة واحدة يعني ضربة واحدة كافية بش يموت الحيوان يكون السيكين طويل جدا يكون وافي يقعبروه بشبار بحاجاتك يكون وافي جدا ويكون يحد السيكين دياله لأنك الحديد يدرسون الناسين ولي حد شفرته ولي يريح دبيحته دول مهم نعم نعم وما خص يتبح بسرعة فائقة وما خص حتى الخروف يشوف سيكين وما خص الخروف يشوف دم وما خص الخروف يشوف حيوانات أخرى مدبوحة يعني خرفان أخرى مدبوحة نعم أنا كنشوفه في المدينة أنك يبقى وشاد دين الصف الخرفان من واحد مرة واحد وكنشوف هذا لا يكون تولي مخلوع لأننا هذا هو القوي عندنا في الديانة الإسلامية وفي العقيدة ديانة وأن الإسلام نضم كل شيء وأنه تعامل مع الحيوان بواحد التعامل ليس هناك ديانة ولا أعرف جاهلية تعاملت مع الحيوان كما تعاملت مع الإسلام يعني حتى ذاك الخروف ما نخلعوش باش نأتميتو ما خصوش يكون مرهق ما خصوش نجيبوه على مئتين كيلومتر وندبحوه وخصو حتى يستراح وفي الليل نعطيوه غير الماء ما نعطيوش الأكل باش لغد لي سهل الصلخ ديالو المسائل هذي كلها يعني أشياء خصت تكون ولكن الدكتور فلها نعم هناك بعض الناس اللي كيكونوا ساكنين طبعا في الشقاق الضيقة وتيضطروا أن يعني أسوى مسكين طبعا على السيراميك أو الزليج وهذا يعني بارد واش فعلا خصوش يبقى أيام كتيرا هل يصاب طبعا بإسهال والمزلة شعبية نعم يصاب هو غير يسترس يعني هو حيوانته هو النفسي يعني لك تأتر كتر من الحياة من الإنسان طبعا لأعلاش نحن غاد نشوفه غاد نشوفه غاد نشوفه غاد نشوفه غاد نتنعاكس على اللحم على جودة اللحم لأن احنا في البادية كانوا من قبل كانوا الناس في البادية كيتمشي الغلم تصرح تايب غو يذبحوه عاد كي يعيطوا لحوله يجروا يذبحوه بكي ربطوه حتى ذاك الساعتين نهار العيد ما كيربطوهش كيبقى مع الغلم حتى كي يجرواهم من الغلم ويدبحوه يعني باش ما يكونش باش ما يتأثرش نهائيا بأي عوامل خارجي في المديناء علينا لا يكون في العون ناس ساكنين في عمارات الليل ابت لبقى conception لا الصباح قد يذبحوه وللآThank you ولن يجبوه حتى الصباح بكي يعني بعد صلاة الصبح مح修ر الإنسان يد latency depression يعني بjä Solutions ماكين تم مشكلة مهو حتى Window الآن في الذبح الناس كي يذبح في المرحاد وهذا لا يعقل فذلك الass inconssequently الآن بعض الأخطاء اللي كيرتاكبؤها الناس ومما عارلش لأله Railah BU ما خلالهم إليوا أن يشوفوا الدم بذل رائعات الأطفال نحتى عشرة سنوات ونحتى عشرة سنوات لا شدون دم Hausيس سيبقى منظر السكين ودم بالأطفال سيؤثر، سيؤثر عليك من الأحسن الأطفال، لا يعرضوا الدم نهائيا ولا حتى يظلوا من السطح لا يعرضوا دم نهائيا الحالة السيكولوجية للطفل هي حالة حساسة جدا والدم تشمائز منه النفس وهذي الطفل سيعمل ما عليهم الطفل سيبال لكرا عادي ولكرا مش عادي مش عادي وخيبة اللي كاعدة أنا مش عادي إنك عنده واحد صدمة داخلية اللي ما غادش يعبر عليها إذن دكتوري اللي سمحتي سنأخذه المكالمة موجودة كأيمن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اسم الكريم معك الحساني مدينة رباط أهلا سيد الحساني تفضلي دكتور السلام عليكم السلام عليكم رغدت العيد ياك العيد وما أدرك ما العيد وكان نهليه بالمناسبة لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن والله يدخلوا لنا بسحة السلامة سؤالي هنا يا رب أمين كنت محورا حول دبيحة إنما كانت قادمة تسأل أنا لها الدبيحة اللي كنت تذبح ما سننكلون هالولاني وما سننكلون هالثاني كيف يتخزين هذا اللحم اللحم العيد ما هي أو ثاني كنت ننكلوا طريقة لأكل الشيء اللحم أو طيب يعني ما عرفنا شنو هذا إنسان كيف يتخزين هالثاني ما هالثاني ما يتناكلوا أيضا ما يتناكلوا يوميا أو ما عرفنا شنو أو السطرة وعبت أن تخزين اللوح ومش في البلاستيك نحن كيت باعوا في المسجر البلاستيك طيبيين ما طيب ما عفناش وش يقول لك اللحنا وليدينا كان يخزنهم في القومش أنا في التوب وعلا ما عفناش يعني هاد الأسئلة يعني ما عفتش لك أنت من ناوة الدكتوري غنينا بالأجوب يبدلوا وشكرا شكرا لك سيدة بسانين من رباط ها غدي نتكلموا على ذي حيث بقي الله بدين العرض إن شاء الله غنتكلموا على ذي لا يرى ذكرت واحدة قادية لطريقة الدبح نعم، سيكون دبح بسرعة ومن اللي يدبحوا الحيوان يتلقوه لكن يجيب القزار يدبح الحيوان غير يدبحه يبقى بارك فوق منه يبدأ يصلخ هذا لا يعقل، خصو يخليه الحيوان يعني يقاد طريب يترك كله كي يضرب برجلي حتى يموت حتى يصفي، ما يبقىش يتحرك هذا السعيب هذا السلخ دياله لماذا؟ لأن هذه العوامل تؤثر على جودة اللحم لأن الجزار كيكون مزروب كيكون في سرعة خصو يدبح العشرة والخمسطاعش يعني وكي بقى يكرفص للناس البهيم دياله حيث ترى نهار العيد زعمارك وش كي يقولي جزار؟ نعم، لا، ما عليهم كلمة ولكن كلمة كيتبحش حتى يعني خصو الشخص يدبح بيده، خصو يتعلم ما يدبح وخصو يدبح هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام خصو يشد السكين ويدراب الضربة ويدبح وخيشدو له المهم غير يدبح ويخلي الجزار يصلخ كي لي ما كيتبح ما كي يحضر مواله هذه هشات ولحم هذا ليس له، الصو يكبر يعني يشد الحيوان بيدوه ويكبر بسم الله الله أكبر ويقدروا ربنا تقبل منا يتكسامي العليم إن شاء الله ويدبح ويكون طبعا على وضوء كنت يصلي شروط الدبيحة أكيد، فهذه الأشياء أو الأعمار حتى الطفل يذبح كان عنده 16 و 18 و كان راشيد و كان عشرين و يذبح نعم، حل أطفال دي لنا علمتهم يذبحوا لا شاء الله لأن هذا الشخص سيكبر بذيك الشخصية ضعيفة جدا لأن من الأشياء للإنسان اللي يذبح دبيحة دياله ويصلخة كي تكون عنده واحد القوة يعني في المجتمع الله سبحانه وعته لكي علمناك كيفاش نهي أحتل وحوم دياله لأنه لمشيتي للغرب لأنه من المستحيل تلقى الشخص يقدر يهيئ اللي وحوم دياله من المستحيل لا في فرنسا ولا ألمانيا ولا كندا ولا في أي شيء من المستحيل يعني هم كانوا يذبحوا يصلخوا والحيوانات و يخرجوا نهار السبت والحد كانوا يذبحوا الخينزير و يجيبواه و ديورهم و كل شيء لأن لا يمكن ولذلك فالمسلمين يجبون دائما يعني قادرين على العيش هذا ما قادرش يدبح البهيمة دياله و ما قادرش على العيش يعني اخصى الشخصيات المسلم تكون شخصية متزينة و قوية يعني إلا لا ما سنقومون يغسل الميت لا ما سنقومون يكفنوا ولا سنقومون يدفنوه و هذه الأشياء التي يخصنا نعلمها الأطفال ديالنا لأنها ما سنجيبوا شركات يدفنوا للموتى وما نشوفهم شخصنا نغسلوا الميت و نكفنوا و نقراهوا عليه و نحفروا القبر و ندفنوا و نتاعظوا من هذا الدفن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كي يعني الحضور الدفن وحضور تجهيز الميت وحضور الميت هذه كتتذكرك بهذاك اليوم ديال كتنترك هذه تلقى الله سبحانه وتعالى وهذه كتتقويش شخصية عند المسلم بعكس فعمل أحسن الأطفال ما يشوفوش الدبح ثم ما يدفعوه حاول يخصيوه يترك المزيان يتضرب حتى يهدأ ثم يعلقوه يصلخوه ما اللي يصلخوه يفتحوه باشي حيدو الكريش واحد من نقطة دكتور هدك مسألة النفخ ينفخ اللي صحيح لي معدوش أمراض ديال الصدر ما عدوش ما عدناش مشكلين نفخ نعم ممكن يستعملوا ذاك الأهلة ولينفخ بفهم ولا كان صحيح ما عدوش ما عدوش أمراض ولكن باش غادين عارفوه هادك السيد بأنه رم عندوش مرض ديال الصدر يترفقو هادوك الناس اللي ديال العمارة اللي عندهم الأكباش ديال مغدية بحوه ويجيبوا واحد يجيبوا آلي ينفخو بيها صافينا هذي مسألة نظيمية هذي ما داخلاش الشرع يعني داخل الشرع غير من ناحية المرض لا يجوز يعني يكون قزار عنده مثلا تيبركيلوز عنده أمراض سل وينفخ في الكبش وعليه وسبحان الله كانوا ناس عندهم أمراض سل في البادية وينفخوا الكبش وما كانت مشكلين لأن الحم كي طيب ولكن ملء أحسن ما ينفخوش مولين السل ملء أحسن ما ينفخوش الحيوان يعني بلا من نطول فهذا الطريقة الدبح هي هذي أنه يخلوا الحيوان احتاجه هذاءتهم مع القويس الخوم اللي يفتحوا كي يحيدوا الكريش طبعا كي يحطوا في هذا القند كي قطعوا الراس كي يحيدوا الرجلين هذا المسائل هذه الأعضاء يعني الحيوان من اللي كيتدبح يمر بأطوار هذا الأطوار هي الطاور الجيفي ريغور مورتيس الطاور الجيفي كي استغرق تقريبا ستتسويع ما بين ريغور مورتيس ماتيراسيون ومن بعد كيدخل في المغرب عدنا حرارة مرتفعة فهذه المدة تقدر تكون من ربع سوية حتى الستسويع ما بينش مشكل في ريغور مورتيس يعني شنا هي ريغور مورتيس هو من اللي كيموت الحيوان ما كيبقاش داميدور في اللحم يعني هذا كل من اللي يعني طبعا كي يزقص في نهائيا كان هذا كل الداخل دياله ما كيبقاش الأكسيجين يوصل يعني ما كيبقاش ميتابوليزم الداخل في العضلات يعني الخلايا الحية غادت تحول إلى لحم يعني هذوك العضلات غادتين يتحولوا إلى لحم هذا التحول أثناء هذا الريغور مورتيس أثناء هذا الطاور الجيفي كي ديروا حد التمثيل كيبقى هذوك الأنزيمات يضربوا الأتيبي ما كتبقاش كيستنفتوها كي تراكم ذاك حمد الله تيك اللي تكون لسيد اللي تكون كيهبط البيأش البيأش ديال الحيوان كيولي على 5.4 خمسة فاصيلة ستالي كي نسميه اليلتيم بيأيش هو معروف هذا عند العلم البيطارة معروف عندنا هذه فمن اللي يوصل البيأش على 5.4 معنى أن الحم يبقى شينتن يبقى واحد مدة تلتيام ربع أيام يبقى جيد من اللي يوصل الى 5.4 في مدة 6 ساعات من ورها كي تكون الماتيراسيون يعني كيبدو الكالبين كاتيبيتين وحد أنزيمات أخرين كيحلوا شوية ديالكولاجين شوية دياله هذا باش الحم يترخاع لأنه من اللي كي تشدو وكيقصح الحلم كنسموها ريجيديتي كاذافيريك حلمية ناس اللي عمر بشاول غادي يشوفوا بأنه يقصح هذا الحيوان في واحد الطور الأول كيقصح كيشوفوه من اللي كيكون معلق ولا حاجة كيقصوه 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 هذيك الرجل دياله كيبغيوا تنوى ما كتتناش كيقصح تصلب هذا التصلب الجيفي أو الطور الجيفي ما كيتحل هذا العضل يعني هذا اللحم ما كيترخا ما كيتحل حتى كيتحل بهذه الأنزيمات كالبين 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 كيبقوا خدامين يعني في العشية كيكون جاهز يعني بعض 10 ساعة 12 ساعة الناس كيدروا كتفوا لرجاء وليس هناك أي مشكلة ولكن عليين اللي بغيب ذب الكتف الكتف اليومنا لأننا نتيم هذي شيء جيد ولكن هذي كله عادات هذي لا علاقة لا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيوان كيقول لي صفيد كل من من غيتي ما عندنا شحنا مشكل كيلي ما كيكونش طيحان نهر العيد كيلي كيقول لك لا خل الكبدة الغد هذي عادات سيئة أو هذي عادات دخيلة على المجتمع أو على السنة ذي رسول الله عليه وسلم هذي فسدو أنّ كل شيء كيتكال لا الطوحال ولا الكبيد ولا المسائيل اللي كيتكال علاش شوف 요 الدكاء علاش العرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشويوا الأعضاء مباشرة الكبيد والقلب وهذا الأشياء اللي الداخل الرئى والبانكرياس هذا الطيحان كانوا كيشويوا هذه الأشياء هذه مباشرة لماذا؟ لأن هذا الأعضاء كنلاحظوا على أنها يكون الكبدة بحل الدم لا يوجد الكولاجين و لا يوجد فيبر أخرين البيض هذا هو غياء الريجور مولتسينجمي يعني بعد 30 دقيقة يكونوا جاهزين للأكل ولذلك يشبهون الأولين و يجعلون اللحم حتى يتماتير يعني حتى يصل لذلك الثور أما الذي يريد أن يزير القطبان من الحيوان من يصلخ من المستحيل يزير القطبان لا يتطيبوا و يأكلوا ولا يكونوا جيدون في المذاق لأن هذا المذاق الرائحة نكهة اللحم تكون بعد 6 ساعات و لذلك في اليوم الثاني يكون اللحم أحسن بل الأطفال اللحم بقية جديدة بقية رائحة القوية و لهم لا يريد أن يأكل اللحم لولدين لأطفال لم يعطلون بكل يموين لكني يقومون بالألومات يعملون برشات و أشياء هذه الذي يتقال فالأعضاء تتكال مباشرة في الليل ممكن الناس يأكلوا لحم ولكن الأعضاء دكتور كيف تشوى؟ نعم كيف تشوى؟ كيف تشوى على النار؟ ما الأحسن تشوى على النار لما عندهش أمراض يأكل بولفاف اللي عندهم ارتفاع الضغط و أمراض القلب والشراين والكوليستيرول والتريكليسيريد والعيالات اللي عندهم هورمونات والمساهد وما يأكلوا بولفاف لأن هذا الدسم خصوص أصحاب السكري الناس المصاب بالسكر لكان جوج قطبان يمشي المستعجلات لأن هذا الشحمة كيلوغرام على الكوليستيرول سيأخذ الدم والتخين و سيأخذ السكر و سيأخذ الثلاثة أو ثلاثة أصف و سيأخذهم مشكلة لأربعة و سيأخذهم في مشكلة ما الأحسن أصحاب السكري لا يأكلوا بولفاف أصحاب ارتفاع الضغط لا يأكلوا بولفاف يأكلوا بولفاف يأكلوا قطبان بلا شحمة كبذة أو قلب أو حاجة بلا شحمة نعم يأكلوا أحد ولا جوج بلا شحمة لا يوجد مشكلة و في اليوم الثاني يأكلوا قطبان من اللحم ما الأحسن يسلقوهم عادي شويهم الناس المراد اللي عندهم هاد الأمراض السكري و أمراض القلب والشعري ما الأحسن يديرهم في المطيب عادي شويهم ممكن يأكلوا 4 أو 5 قطبان غير يكتروا الخضر فالخبز بالنخالة والخضر والصلادات و ذكش معا مع اللحم لا تكون اللحم لوحدها هذه الصعيبة نعم فهذا الشوف الله سبحانه وتعالى كيفاش عمل في هذا الشرع خلنا نتعلمنا أن نذبحوا الباهيمة دينا بالدينة يعني هاد الشاعراء احتفال سنوي شاعراء ديني قربان لله سبحانه وتعالى ونتعلمون ذبحوا بها مدينة فكناموس كوني وكين عبادة دي الله سبحانه وتعالى لكن تقرب لله سبحانه وتعالى وكين كذلك ناموس كوني أن هاد اللحم يوررن الجودة دي له كيفاش ناكله يعني حتى الناس لي ما كيكلوش اللحم كيكلوه يوم العيد لي ملا أحسن ما ياكلوش اللحم لأن الإنسان من قبله ورغم أن كان اللحم متوفر ومع ذلك لا يأكل الناس كل نهر كانوا عايشين على النبات يأكله نهار السوق ولا 15 يوم وهذه مناسبة لعيد نعم هذا هو النموس الكوني غير غير يلاحظون الناس الخطار ديال اللحم غير في يومين ديال عيدو لثلت أيام كل شيء غير يمرد كل شيء غير يقول لي وجهه صفار عيني حمرين كل شيء غير تتوتر كل شيء غير عيني غير هذه غير ثلت أيام غير يشوف في الناس الآثار ديال اللحم كله يتخاصم مع المرأة كله يضرب دراري هذي غير نعم أثار ثلت أيام ديال العيد أثار ديال اللحم خطيرة خطيرة جدا اللي سيتأثر على الغيف ثلت أيام أما عدن الناس اللي يأكلوا اللحم ليلة نهار طبعاً هذوك ما غدينش يعيشوا بسلام لا يمكن إلا الناس اللي يحرقوا الطاقة بحل الفلاحة بحل البناء بحل النجارة بحل صحاب الحرف هذو اللي يتحركوا اللي يعملوا بالعضلة الدينة وذو يحركوا الزم أما الناس اللي يخدامين في المكاتب يمكن أن يجب أن يكون فيهم جالسين في الديورهم والنساء الخصوص هذا هو خطير خطير لهم نكمل العرض بهذا الحدث ريغور مورتيس هذه الطاور التي يتجه فيه معه تهيئ اللحم من العضلات يقولون لحم أكله هادي يكونوا لعضلات حيين من بعد يتحولوا إلى لحم عبر هذا الطاور هذا يستغرق سويع ريغور مورتيس من بعد سويع لاماتيوراسيو بشي تسوى طاور تسوية سيكون في العشية يتمحوا الناس مع 9 أصباح أو 8 أصباح أو 9 أصباح أو 9 أصباح سيكون جاهز لكوسكوس أو طاجين أو أي شيء سيكون جاهز للأكل هذا اللحم إلى الحيوان لم يكن عيان لما كان عياء يجيبوه ميتين كيلومتر ويسترسيه واحد ثلاثة أيام وهم يلعبوا معه ويقرصوا فيه ويخلعوا فيه هذا الحيوان إذا كان سليم جاء من الحقل أو من الحاضرة سيعطيه هذا اللحم إذا الحيوان تعد بولاد كرف سولى حاجه يتموه يدبحوه يوم العيد سيعطيه لحم آخر الريغور مورتيس لا تصلش يعني البيعاش ما يشلس 5.4 واللحم دياله سينتن بسرعة وما سيكونش عنده واحد المذاق جيد لأننا كنسموه إحنا لطابليس مود لريغور مورتيس يعني هذه أساسية في علم اللحم أساسية الحم يمر بالطور الجيفي وخاص البيعاش يهبط في أقرب وقت ممكن ما يخصوش يهبط في ساعة لأنه سيقول لي إكسيداتيف سيخرج منه واحد الماء اللي ولي يوقع في أوروبا وما خاصش الحم الغليم لا يعطيش ديف دياله لا يعطيش اللي فيون داكوب صومر ولا يبقى البقر ولا يعطي هذه اللحم الدكينة فهذا من جهة من جهة أخرى كنلاحظوا على أن الحيوان إلى البيعاش دياله وتسوبها مزيان إلى 5.4 لا يبقى ثلاثة أيام يبقى ثلاثة أيام في المنزل هذه الأعلاف اللي يعرف عليها إذا كان يعرف نفايات اللحم دياله ينتن بسرعة إذا كان يعرف علاف جيد بحال الشاعير والشاعير تيبن والماء يكون جيد يكون علاف طبيعي جداً اللحم دياله يكون جيد وطبعاً لا ينتن بسرعة الله سبحانه وتعالى حرم بعض الأنواع من اللحم لماذا؟ لماذا؟ جاءت هذه الآية هذه لأن الله كان يعلم يعلم دائماً الله يعلم كيف الإنسان سيعيش منذ خلقه إلى أن يقبض الأرض الله سبحانه وتعالى أشياء في علمي نحن نوصلوا لأحد الوقت لن نبدأوا نقولوا لا ماذا بحوش مسيكين ولذلك جاءت الآية في صورة المائذة يعني يا أيو الذين آمنوا حرمت عليكم لا شيء بكي أيو الذين آمنوا فهذا المحرمة حرمت عليكم والميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة المقودة المتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم شوف الآية باشكملة اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة شوف هنا كمل النعمة دي الله وكمل الوحي صافي وكمل على تحريم هذه اللحوم الخاطرة هي التي تستهلك الآن في الغرب ولذلك الأمراض نعم الخنزير الآن هو سبب ويلات ومصائب أوروبا وأمريكا النطيحة المشا ما عندهم نطيحة ولكن عندهم الميتة 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 لأن الحيوان الذي لا يدبح فهو ميتة الحيوان الذي يصعق ثم يدبح ميتة الحيوان الذي يقتل بالمسدس المتادور واحد الأهلك يقتله بها التيران فهو ميتة هذه الأشياء مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد بعض الباياطرة أنهم مقتنعون بما يسمى بالتنويم هو ليس تنويم هو قتل يعني لما يسعق الكبش يعني بالتيار الكهربائي سالب في الآذان يسعق الكبش ويسقط الأرض فلا أظن أن هذا اللحم مع ذلك يتبجحون ومع ذلك يجدون الجرأة بأن يتكلموا عن الجودة وعن شروط صحية لماذا؟ لأنهم جعلوا هذا العالم العربي يستمع إليهم وبهدوه وبهروه بهذه التكنولوجيا حتى أصبحنا لا نتكلم عن الحقائق العلمية التابتة الذي تكلمت عليه حقائق علمية تابتة من المستحيل أن يمر هذا اللحم الذي يسعق بالتيار الكهربائي أو يقتل بالمسدس بالمطادور هذه الآية السفود يخرج من الحائط يضرب التور يسقط الأرض يقتلوا وأكثر من ذلك بعض المرات يدخلوا يديهم هذا السفود في الخنزير بعد ذلك باش يموت هذه هذه أشياء متخلفة وسخيفة جدا حيث تعلمها ويقول بحجة أنهم يريحون الحيوان هل الحيوان الذي يسعق يريحونها أم الحيوان الذي يذبح في أقل من 13 ثانية نحن ندبح أنا حضرت العمليات ندبح أقل من خمس ثواني أقل من خمس ثواني أعلامي سكسي يضرب أقل من خمس ثواني ما شاء الله الحيوانات تسعق بالتيار الكهربائي وتقتل بالمسدس ثم يقولون للناس أن لدينا جودة وأن قياسات الـ وهذه المسائل أنهم يعقدون هذه الأمة العربية ولا حولها ولا قوتها ومع ذلك علجت في الآية اليوم يأس هذا لا يعقل ليس لأن واحد السيدة عاجبها رصد تجمعي الرفق بالحيوان وخرجت قانون دولي ومنعتها على المجازير والحكومات الأوروبية لكي ندبح الحيوان ليلا لكي نتبعون ونقولون بأننا الرفق بالحيوان هم لا يرفقون بالحيوان أبداً هذا هو الموصيبة إذن نحرر المكالمة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اسم الكريم سعيد العربوي سعيد العربوي من أي مدينة؟ من إقليم سعيد إقليم سعيد مرحباً بك سعيد شكراً لكم أستاذ أولاً السلام عليكم وكن شكراً لكم الدكتور والأستاذ ديالنا بارك الله فيكم لصراحةً لصراحةً ما كيخليشنا الفرصة في نختاروا شي مواضع لأنه جميع المواضيع اللي كنحتاجوا كي يتطرق لها بارك الله فيكم يا أخي جزاك الله مخيرا تفضل تفضل يا أخي تفضل السؤال أستاذ بغيت نسول على على اللحم اللي كي يديرون الناس اللي كي يديرون في الشمس بحل القديم مثلاً نعم نعم أستاذ واش عدوا شي شي تقريبة بغيت نقولك شي سيلبيات نعم شكراً لأخيراً نعم أولاً حيث كيتعرض للشمس وبعض المرض كيتعرض مثلاً التلوتات نعم نعم إذن نعم 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 أستاذ بغيت نسول على مثلاً حيث الناس في سعيد الأبحى الكثير أنهم يتصابوا بأمراض مثلاً بأمراض كي يسببها على الكوليستيرول نعم وش مكينش شي طريقة باش نتغلبوا على الكوليستيرول أه اللحم اللحم نعم نعم نضيفوا لي شي شي حاجة باش نحاولوا ما أمكن نتغلبوا نعم جزاك الله خيراً نعم شكراً أستاذ إذن شكراً لك سي سعيد من أقليم السطات نعم هذه المنتوجات بعض المستحضرات اللي قد يصيبوها الناس من هذا كين المجبناء كالكورداس كالقديد أشياء كثيرة وقلت لأنها كانت أكثر وهذه الأشياء يجب أن نفتخر بها ويجب أن نشهرها ويجب أن نعلم الغرب أنها أحسن من هذه المنتوجات التي لديه في أسواقي نعم فهذه الطريقة الدبح عند المسلمين هي أحسن طريقة لا للحيوان ولا للجودة ولا للشروط الصحية ولا للأمراض ولا كل شيء لماذا؟ نعم 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 هذه نصيحة صحيحة لأن الأطيباء الأولين قرأوا في فرنسا ما زيتنا ذلك هو الأساتة؟ لكن الأساتذة الفرنسيين قرروا ذلك ما عدهم أنهم لا يدبحون الغنم أولا لا يدبحون ثانيا لغنم فرنسا لا يدفعش إنه قريستيرول مرتفع من اللي لم يدبحوهن لأنه يبقى الجليكوز الدم باقي في اللحم نعم فإننا لا هذه النصيحة لا أخص من التابعة إلى الأطيب لأن في المغرب الغنم كانت تحرك وأنه من الذي ندبحه الحيوان يوفرغ من الدم والي تجد أن يفرغ من الدم تماما وأنا تجد أن تقضرة فالغليكوز يخرج مع الدم ما يكونش فيه غليكوز يعني من اللي يستدبح الحيوان بطريقة الإسلامية بالطريقة الغربية نعم يبقى الغليكوز في الأهم شوف يعني شوف يعني أن الله سبحانه وتعالى الحكمة دي له فد الدبيحة هذي شو يشحل في هذه الأشياء يعني من الناحية الكونية من الناحية الفقيال أن القربان دي الله وأننا نتذكر هذا المشهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني زكى هذه السنة وأنه دبح هو الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم شيئين أم لحين وهو واحد الأمة دي الله لم يلقاش ولا شيئا وأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان معلمنا الأول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء الرجعون هذا الفرق ما بين دبيحة الإسلامية وما بين الحيوان المصعوق أو المقتول هذا الحيوان المصعوق أو المقتول الدم دي له ما غير يخرج غير يبقى الداخل طبعا من لي ما يخرج الدم الدم هو وسط مغدية وأقوى وسط مغدية على وجه الأرض هو الدم فجميع الجراثم التي ستكون داخلها اللي نسمحنا اللفلوراندوجين هذه الميكروبات الداخلية اللي من الميكروكوك يسمى البكتيرويديس اللي منها البكتيرية الهوائية والله هوائية الأكثر دياله هو كلوستريديوم باسيولوس هما الوعرين ثم كان ميكروبات هوائية جدا مثل البسودومونساكروموكتر هذه الميكروبات والتيرموسفانكتا هو اللي يفسد اللحم وهذا ينبت في الداخل فهذه الجراثم الداخلية ستنمو داخل اللحم وستفرز غازات ويتنفخ الحيوان يرى الناس ماررين في البادية واحد الحيوان الميت أنه من فوق يتنفخ حتى ترجله الاعتزو هذا النفخ يأتي من هذه الفلورة الداخلية من الجراثم الداخلية التي تنمو على حساب الدام المنحبس في هذه الخلايا ثم تعطي غازات وهذه الغازات التي تتعلى الحيوان ينتفخ كاللاحظة على أن الحولة العيد لا ينتفخ طبعاً لا ينتفخ لماذا؟ لأن الجراثم أفرغت ما؟ لأن من خرجنا الدم أفرغناها ولذلك أنا أقول هذا النظام الهاسب والشروط الصحية والآيزو فالمجازر الإسلامية لا تحتاج من نظام الهاسب لماذا؟ لأننا غير طريقة الدبح نحن نفرغ الحيوان من جميع جراثمه ولا يمكن أن نترك فيه وسط تنمو عليه هذه الجراثم الداخلية أولاً بعد ذلك وليس هنا ليس لدينا مشاكل الآن في اللحوم لم يتكن هناك مشاكل آتية من اللحوم في العالم العربي أبداً أبداً بالعكس كل المشاكل الصحية في الغرب تأتي من اللحوم دكتور الجالية المغربية والعربية كيفش أن هناك جمعيات للرفق بالحيوان في المجازر حيوان كما بكرتم وتفضلتم بذكرها طريقة الدبح ديالهم كيفش يدبحوا هذوك الناس؟ أنا كان سمع بأنهم يمشوا البادية أو أنهم يشريوهم كثير منهم على حسب الدول كثير منهم القانون المتشدد هو القانون الألماني الهولندي منعاً الدبح رغم أن الباحثين الألمان الآن الباحثين المقتنعون جداً فلكن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا هذا شيء عندهم شوية مارين يعني شوية الناس مخلينهم على حريتهم فلا ولكن كان عندهم واحد من المنطقة في المجزرة يدبحوا المسلمين نعم نعم هذا حق مدني هذا دخل في الحريات العامة لا يقدروا شيء يمنعون الناس طبعاً ستشدوا معاماً أنا بعد الجانية في ألمانيا قالوا لنا بأننا كنت تخبّوا وماذا ندبحوا؟ في العيد نعم في العيد نعم في العيد نعم في العيد لكن لم يبقاش لا يبقاش لا يبقاش وهذا العام هذا انشاء الله يبقوا ربما في الزنقة في الأزيقة لا أدري لماذا؟ لأنه لا أعلم شوش الخبر سمعوه الناس أو لا بأنه أعلنوا لقد أعلن هذا البابا أعلن بأنه من شهر سبتمبر 2011 هذه السنة لذلك أن الإسلام أصبح الديانة الأولى لا أعلم شوش الخبر سمعوه الناس أو لا لا؟ لا أدري نعم الإسلام الآن هو الديانة الأولى هو الريشة المسيحية في أول مرة في التاريخ يالله الإحصائيات سبتمبر 2011 وهذا الخبر يعني نتأسفت لماذا؟ وسائل الإعلام دينا لماذا؟ لماذا يقول لنا كم خرج من الإسلام ولا يقول لنا كم دخل إلى الإسلام؟ ما شاء الله هذه أشياء لا إله الله هذا يعني خبر غير الديانة الإسلامية رسمياً رسمياً الديانة الإسلامية الآن رسمياً أنها هي الديانة الأولى في العالم والحمد لله هذا خبر مفرح لا يمكن أن تكون ديانة أولى ولا يجعل الناس يدبحوا نحن لا يمكن أن يتكلموا على الإسلام في أوروبا يتكلموا غير على المسلمين لا ينسوا بأننا هناك فرنسيين مسلمين و هناك إيطاليين مسلمين و هناك بلجيكيين مسلمين و هناك ألمان مسلمين فهذا تمارك سميد به هذا عندهم حقق ديانهم هذا المواطنين عنده حق أنه بغي يتبحل حيوان عنده حق لا يمكنني واحد يملاع لي مسلم ألماني قدروا يمنعوا على الجالية لأنهم مهاجرين ولا يضايقوا عليهم ولكن من قدروا يضايقوا الهولنديين والبريطانيين والفرنسيين والمسلمين من قدروا يضايقهم من المستحيل يضايقهم هناك أناس يخرجوا من القانون في الفكر ديانهم تقريباً غير على الجالية لمهاجرة ولكن هذا القانون و لذلك يتطبق على شيء يبقى هناك مشكلة لذلك تطرح لهم كيف يدروا يطبقوا هذا القانون لا يقدروا يطبقوا هذا القانون هذا هو المشكل لأنه يخدروا القانون طبيعي إذا فات الطبيعة لا يقضي تطبق لا يلقاش تأييد يجب القانون يفوت الطبيعة هذا حق طبيعي أريد أن أضع شيء على راسية أريد أن أضع شيء أنا أريد أن أضع هايوان ديالي أنا أريد أن أضع ذلك نعم هذه القانون المخالفة للقانون الطبيعي فهي لا تقبل و لذلك قال الله سبحانه وتعالى اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوني هنا يائسوا ولكن مع ذلك فالمسلمين يذبحون لا في كندا ولا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا ولا المسلمين يذبحون وعادة أقلية في أستراليا وتذبح الحمد لله هذا فهذا نعم نديها نقوية طبعا نعم ارتدى هذا الدين كيفما كان سيصل إن شاء الله وسيحكم الأرض إن شاء الله قادي توقت فقط قادي توقت فقط يعني ما خستاش نتصرعه قادي توقت فقط لأن الآن الدخول في الإسلام في الغرب واحد شكل ما شاء الله غير وش هذه الناس ذو عدنا من ما نعطيه هم مع الأسف الشديد هذه الناس خصنا على الأقل نستعدو لهم لأنه ربما يفاجئونا لأنه ربما يزداد العدد من ألف أمريكا شهريا ربما تولي 7000 يوميا يعني واش مستعدين نحن لهذا 7000 هنا فين كهية المشكلة خاص الحج خاصه يتسع الخمسين مليون في العام والحج ممكن يتسع لأن المنطقة المحرمة من مسجد عائشة احتضارت كلها فخاصنا المدينة خاص الناس يشوفوا خاص يوسعوا المسائل باش نستقبلوا هذه الناس خاصة خمسين مليون وخاصة ميات مليون في السنة الحجاج ربما قد يقولي الطواف حول مكة مقاش حول الكعبة شوف هذه الحيوانات اللي حرم الله سبحانه وتعالى المنخنقة والمقودة والمطردية والنطيحة وما أكل السبوع وشوف حتى ما أكل السبوع لن عدوا نقولوا ولا حتى ذكر بهمة حادثة مثلاً واحد الحيوان ضرباته سيارة ولا حاجة نقولوا رحالاً لا لا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني هنا كين التدكية اللي هي ذكر اسم الله هو الدبح كتشمل جوج كتشمل يعني التسمية تكبير يعني بسم الله الله أكبر ثم أنك تدبح يعني جوج الأشياء تشمل من ناحية المعنوية أنك تسمي من ناحية الكونية أنك تدبح بسرعة يعني كيعطيك الله سبحانه وتعالى لحم بجودة عالية ليس هناك أمراض ليس هناك عدوى ليس هناك أي شيء شوفوا الأمراض جلها في الغرب تأتي من اللحوم رغم الشروط الصحية القاسية ديالهم رغم القوانين رغم التبجع ديال هذا الغرب ومع ذلك احنا عدنا غير تدكية تفرغ الحيوان من جميع جاراتيني يعني باش الناس يعني عرفوا القوة ديال الوحي باش عرفوا الناس القوة ديال الديانة الإسلامية نعم ناخد مكالمة إيمان تشير لي السلام عليكم عليكم السلام الاسم الكريم هدي أمعك لله سيدة أسماء من مدينة سالة أهلاً أسماء من مدينة سالة تفضلي أولاً نبارك لك عيد الأضحى لأنه غداً عيد الأضحى مبارك الله وفيك لله يدخل علينا جميعاً وعلى جميع الأمة المسلمة والأمنا بخير والصحة والعافية الله مآمين تفضلي وكان شكركم وكان شكر التقم ديال الإداعة اللي عطانا هاد الشرف باش نتصلوا بالأسد مرحباً تفضلي وكان هنقوم وكانت منه لكم مزيد من التقلق الله يبارك فيك شكراً جزيلاً مبارك الله وفيك لله الله يخليك عندي جوج ديال الأسئلة مرحباً بالنسبة للعيد الأضحى كان عرفوا بأنه اللحم ديال الأضحية فيكون غاني بالمادة الدهنية نعم فعلاً وكان ينصحوا بأنه الوحد يتفاده ولكن احنا ضروري قد ندير المسائل ديالنا غير إلا كان ممكن الدكتور يقول لي واش كان في طريقة باش منطيبوه وما يؤثرش لنا على الصحة ديالنا واش كان في العشار نزيدوها ولكن شي حاجة وكان عندي تدخل آخر أنا سمعت بأن المخ في قلوليا بأنه لا ينصح الأكل دياله قد نتأكد من الدكتور واش هذا شي صحيح ولكن ليسي طريقة لإمكاننا أن كلوب لما يؤثرنا على الصحة ديالنا هذا المخ ديال الأضحية نعم شكراً للمستمع الكريم أسماء مدينة سنة نعم هناك عادات غذائية سليمة لا تخالف الشرع للناس مثلاً يديروا أحد هذاك الرأس يفوروا عليه الصباح أو يعملوا قديد هذه عادات لا تخالف الشرع فهي جيدة العادات التي تخالف الشرع نعم مثلاً هذاك الحيوان يغطيه ويبوسوه يقبلوه ويقولو له الله يعطيناه لكن بعد الممارسات هذه تفسد الدين هذه ليست من الدين نعم هذه الأضحية بكل ناس الحيوان ديالهم يصلخوه وهذه الأعضاء رغذتك في العشية يأكلوا اللحم يصدقوا منه لماذا؟ لأن هذه السيدة تتكلم لنا على الكوليسترول على الأشياء هذه يا صيدتي يا صيدتي الكريمة الأضحية خاصة تكون سمينة الأضحية خاصة تكون سمينة خاصة تكون جيدة سمينة وخاصة الناس يأكلوا ما عندناش مشكلة إلى ما قدرناش نأكلوا الأضحية فهذا أمر يحرش هذا أمر يحرش نعم هذا ما نقول لو الناس لحالة الصحية لم يكن قادرين أن يأكلوا الأضحية لدينا مشكلة ولذلك فهي خاصة تتعظم لأن هذه من شعائر إلا خاصة نعظموها هنا لا يوجد طيب لا يوجد كوليسترول لا يوجد طيب في الأضحية الله يجازيكم بخير لا يجازيكم بخير لا يوجد طيب مع العبادة هنا لا يوجد طيب نحن غير نصحنا الناس من الأحسن لا يوجد تهور الناس الذين يتعظم أمرض القلب والشهرين لا يأكلوا بسحف لا يأكلوا بسحف لا يأكلوا بسحف لأن المخ في أعلى تركيز الكوليسترول أعلى تركيز الكوليسترول كان في المخ من الأحسن لا يأكلوا ولكن الأطفال الذين يلعبون أو الناس الذين يتعظم يشويوا لهم القطبان وبلفاف يعطيهم المخ لكن يكون خلطا مع السرطات غير طريقة التناول لا يكون لحم مفرط يأكلوا كيلو دلحم لا يأكلوا كل اللحم في حدود ويغلب عليه النبات إما يدروا طبيق مع الخضر مرقة ديانة اللي كان غمسوا بالخبز إما يدروا كسكس لحم مع الكسكس و سلطات يريدون شوية هذا السلطات يدير معهم سلطات أو البصل يكتر معهم البصل و الخبز ونوصي النساء مل أحسن هذا الأسبوع للعيد مل أحسن يدروا شعير لأن الشعير في ألياف خشبية لماذا أقول شعيرا فالله سبحانه وتعالى يقول وأدن في الناس بالحجيات كرجال وعلى كل ضامر نياتنا من كل فجر عميق ليشهدوا منافعهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني شوف شكر لله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليفنوا دورهم وليطوفوا في بيت العتق ذلك ومن يعظم شوف حرمات الله فو خير الله عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلاع عليكم هي اللي قناة فصورة المائدة حرمت عليكم الميتاتو إلا ما يتلاع عليكم فاجتني بالرسم الأوتاني واجتني بقول الزوري حانا فاء الله غير المشركين به فهذه ومن يعظم حرمات الله هذه حرمات لخصا عظموها ما عندناش مشكلة إحنا أما نقول لا أنا الطبيب قال لي ما تشريش حول اسمين لا نتفادوه ما غنتفادوش إلا كان ما عندك تمرض وما عندك مشكل وكتي تحركي وكتي تشقاي وما عندك مشكلة بالعكس غدي تأكل لحم ما كنت مشكلة ولكن دون إفراد طبعا دون إفراد هم يصدقوا من الناس ويهيئوا منه بحال الكرداس كيف يدر الكرداس كيف يعقل على أن الناس الآن أو لو كيش مأزموا الكرداس ولم شاءوا الأسواق الممتازة في أوروبا لسيبرمارشي غدين يدخلوا في جميع الدول من البرتغال حتى الفنلندا أنا جميع الدول الأوروبية دخلت لنا كنت ندخل نشوف أش عندهم باش نحن نحدث الناس عن علم غدين يمشور البلاسالي في هاللحوم غدين يلقاوا الجومبو ديال الخنزير وغدين يلقوا واحد المعيدة ديال الخنزير عامرة بالشحوم كي عمروا المعيدة ديال الخنزير كي عمروها بالشحوم وكي علقوا هذه كتبع في السيبر مارجون ناس كيشريوها وكأنهم يشترون شيء راقي لماذا الناس لا يقدرون على إشهار منتوجاتهم الكرداس والقديد يعني هذه اللي كان ذلك هذه منتوجات جيدة ولماذا هذه الأشياء في أوروبا عنده في السيبر مارجون اللي كان نشوفها كان نقول نعم حيث تعقدونا هذه الناس حيث تعقدونا لماذا هم عندهم هذه المجبنة نحنا كنا نسموها المجبنة وكنا نصيبوها بتوابل وعمرو الكرشة هذه الماعدة ديال الخنزير كان عمروها بالشحوم وبالمسائل هذه وكان عمروها وكيبقاوي بالنبيها الكوسكوس والحريرة والمسائل هذه فلماذا الناس الآن يسخرون في مجتمعنا من هذه الأشياء من سمن الخليع القديد والمجبنة ولماذا في أوروبا ما يرون هذه الأشياء لماذا يعني هناك أجبان عندهم أنواع ديال الأجبان فيهم رائحة كريهة جدا لأن هذه الأجبان ملكة اللي اعتمر عليها سنتين يقول لي فالي ميتل سيطون هذه الميتل سيطونات هذه كنا نعرف عن القوة هذه المير كابتون ميتل سيطون وما كيعطوا رائحة قوية لأنها تحمل ومع ذلك الناس يشترون هذه الأجبان وكيرغمون أنفسهم يأكلوها وغالية نعم ولكن من اللي تقول له السمن يقول لك لا رغم أن السمن هو أحسن منتوج من منتوجات الحليب هو السمن هذا السمن ديال بصح السمن الحار لا نعم حان الوقت على الأقل حان الوقت باش نتكلم عن المتوجات ديالة ونتكلموا علىها بقوة جميع الأبحاث العلمية اللي جرينا في المختبر ديالي أنا شخصيا عدنا أربعات الرسائل دكتورة على السمن نعم فمعد الحسن ثاني الزراع أو البيتر وعدنا ثلاثة الرسائل على القديد منهم رسالة الدكتورة الدولة وهذه ملسابة ديالعيد نعم لماذا هذه الأشياء اللي أجرينا عليها بحالة من المستحيل أن يعطي الخليع تسمم غدائي من المستحيل أنا أقول النقانق ممكن أن تحدث كوارد في العالم نعم ورغم أن ديالك عدنا سكيشري المغرب عرف حالات في التسعينيات حالات لمشات فيها أرواح كثيرة على النقانق فالله سبحانه وتعالى تقول يعني ومن يعظم هذه اللي قدوة فتهم للطوفة في العتيق ذلك ومن يعظم حرومات الله فهو خير الله يجب أن نعظم حرومات الله وهذه حرمة من حرومات الله أنه حتى في عمران نكمل القرآن دائما في سورة الحج والبد نجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فهذه لكم فيها خير كلمة ملكة يقول الله سبحانه وتعالى لكم فيها خير فالإنسان أولا كيعلم الله سبحانه وتعالى كيفاش يهيئ اللحم دياله على الأقل سيعرف الحمنين كيفاش يهيئ كيفاش يتهيئ لأنه يكون عنده فكرة إن الله يقرره علم اللحم فقال من الساعة نهار العيد ثم هذا المسائل اللي سيعرفوا هذا اللحم هذا الناس سيعرفوا الفرق ما بين هذه الحيوى المذكى هي تسمية التزكية والتذكية يعني بالدالة المعجمة ولا بزي لماذا؟ لأن التذكية هي اللي عدنا في اللغة العربية وهي تشمل التكبير والدبح ثم التذكية فهي تزكي اللحم تعطيه رائحة زكية فريق بحث في إحدى الدول العربية الشقيقة فريق بحث يتكون من ستين شخص في بياطرة أساتد جميعين وفي فقهاء وفي أطباء هذا الفريق يتكون من جميع في فقهاء وأطباء وباحثين وبياطرة درسوا ثلاثة الأنواع اللوحو اللحم المذكى معناه اللي مذبوح بالتكبيرة اللحم اللي مذبوح بلا تكبيرة ولحم اللي مذبوحش اللحم الأوروبي وجدوا اللحم الأوروبي اللون دياله مغاير عندوا واحد اللون بني شويام قاتيم عندوا واحد لما يخرج منه أن الرائحة ديالو كارهة أنما اللي جاء القياسات الفيزيائية و القياسات الكيميائية يجغوهم مخالف تماما أنه لا يصلحوا للأكل الجاراتين في أعلى عدد يوصلوا في هذه الفلورا الكلية العدد الكلي يوصلوا فيه حتى العشرة وستسعة جورتهم في القرام من أخطر أشياء اللحم المذبوح بدون تد كبيرة القوا بأنه يقترب منه شيئا ما ولكن فيه صفات لأنه أفرغ من الدم الجاراتين بدأت تتقل شوية وبأنها رائحة دياله هذا شيء شوية ممكن لقوا اللحم المذكة لقوا أقل عدد الكتلة الجورتومية اللي وصلها لأقل عدد لمقبول في الطبيعة وهي عشرة أس ربعة هناك فرق واللون دياله جيد ما بين الحمراء والذاكين ورائحته جيدة وما كيوسخش شتين هذو الكزرة كيز هذه السقطة على كتافه ما كيوسخش أنه لحم جاف وجيد ورائحته جيدة وأنه صالح للأكل وهذا البحث هذا منشور على المستمعين الكرام يجدونه على الانترنت وهذا ومنشور باللغة العربيette واللغة الأنجليزية ويتطالع عليها ما كان لنا بش نعمل وأنه غير طيس ديال ولكن ما كان لنا اللحغة لنتأكد من الواحي الله سبحانه وتعالى هذا الأشياء بما أن الله سبحانه وتعالى حرّم البايتة حرّمها لإلتها حرّمها لإلتها على الأقل على الأقل لإلتها ثم أن نجعلها هذي تكبيرا لندكر اسم الله على الأقل نذكر اسم الله على هذه حيوان نعم والحيوان اللي مذكر باسم الله سبحانه وعلا تطمئن ولو النفس نحن كنا في أوروبا من اللي كنا كنا نديروا الدراسة العلوم اللحم تخصص علم اللحم كنا كنا نشيوا بعد مرات المجازير وكنشوفوا المسائل هذو كلي روبوا كيفاش يحيدوا الحم العظام وكنشوفوا يعني من اللي كان ندخلوا الداخل ورغم الشروط الصحية ورغم أنهم ترشحوا حتى البرد البرد اللي يدخل كيتعقب يدخلوا أنت مش مائز لكن ما يعجبنا لا أكيد والأساتذة اللي قرروانا ما كانوا يأكلوا هذا اللحم الأساتذة اللي قرروانا كانوا يأكلوا اللحم ديال المدبوح نعم إذن نحروا آخر مكالمة في هذا اللقاء ألو السلام عليكم السلام عليكم الاسم الكريم معكم السيدة وفاتم من مدينة الداربيداء أهلا بكي شكرا السيدة وراطفة شكرا دكتور فايد كل طاقم برنامج نقول لكم عشركم مبروكة نعم معيكم ومباركم سعيد جهر الله مدخل خيرين على الأم الإسلامية اللهم أعين هي صنة الأضحية كما ذكرتم صنة مؤكدة شرعان الله وإحيئان ذكر سيدنا إبراهيم متوسعة على الناس يوم العيد نعم قال النبي أسلام السلام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل نعم حدثتنا كثير دكتور ولكن مهم أنا عن يوم العيد يعني بعد صلاة العيد ماذا يجب فعل أول بأول أي نعم هل يجب تقبيل الأضحية تأذية تكبيرة مهمة جيدا لأنك يستسلموا في الله نحن مسلمين ثم النحر بعد ذلك مع كل الأفراب العائلة بمعنى أن يذبح رب الأسرة ويحسن الدبح في يده كما قلت ويكبر ويحسن الدبح وإن لم يكن يحسنه يشهده ويحضره نعم 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 قال لفاطمة ابنته قومي فشهدي الدبح أضحي الدبح وأضحيتك أنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها أو من مهما دم عملته هذا العام جاء العيد الفصل الخاري فهل قطع الغنم ثاليم من الأمراض حلسين الزع والكتباد والسل نعم نحن تندخل اللحم مجمد تحل مدة أشهر 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 عين شكرا نعم مهم نبهتين المشاكل هذه الحيوان يجب أن يكون صحيح وكان الآن بعد المراكز البيت يتصلوا بالناس نحن نتلقى مكالمات من الناس في إطار جمعية المغربية للحماية وتوجه المستهلك لأن معانا بياطرة وكان فتحوا واحد الهاتف كي يبقى الناس يتصلوا وكان أعطيهم نصائح حول صحة الحيوان بعد مرات حتى النهار يدبح يقول لك أدي دبحت وحليت الحيوان لقيت واحد الجيوب عمرة بالماء نعم نقول لهم غير زول هذه الجيوب وهذاك العضو يطيب على النار مزيان يطيب على النار جيد وكيف تكون فيها بحل نعم إلا شاف اللون دياله كنت بحل بحل بوفرططو لا أدري حمال راكي يطيب على الناس لا نعم أي حاجة غير عادية يتفادوا نعم يتفادوا أو اللون دياله مغير سواء بالنسبة للريئة كي يكون اللون دياله مغير وكيف تلقوا فيهم بحل سينتا أكيد الأمعاء أكيد تغسلوه لا شي مشكلة لا شي مشكلة لا شي مشكلة من أحسن أي حاجة تبان غير طبيعية على اللحم ما بقاش عندنا نتخلصو منه لا تبقاش الحمد لله يعني لو شاربون ما كان لانه شاربون يكون خصوص على البطن وشاربون يفتح اللحم كيف تبان الفخر الداخل وشاربون هو اسمه أو شاربون نعم نعم نشوفو هذا يوم العيد طبعاً ينا جزياء بخير يعني يتقبل الحيوان يتقبل ويقبط باليد اليمنى ويتكيليه الراس دياله ويعزل الدربة اللي غير يضرب بالمقس وحد الحبوبة الفوق تكون في العنق باش يحط عليها السكين ولكن الأطفال صغار ما يشاهدوش الدبح يعني الزوجة الزوجة تشاهدوش الدبح ولكن الإنسان اللي ما قدرش يدبح ويقفع الدبحة دياله وخي يدبح واحد أخر غير دكتور كيمو حد مسألة أخرى أنا تتير انتباهي دائماً أظن أن العام الفيت كنا نادرنا على عيد الأضحى ولكن ما تحدثناش عليها كان رأس الكبش من كي يشوتوه كي يلقى واحد الدودة أنا بغيت نفهمها شنين هذيك الدودة وش هي مدرة غير مدرة علين غير مدرة ولكن لازم ينضفوها هذيك المسائل أولاً كي يشموهم الخروف وكان تكون هذه الدودة ليس مشكلة هي كتكون عندهم الحية وليس على تكون تحتاجها وهي غير مدرة ليه غير مدرة لكن هناك بعض الطوفيليات اللي كنسموهم لزوناز اللي كين مروا من الحيوان الإنسان وكان بعض الطوفيليات اللي ما كيدروا للانسان وأغلب الطوفيليات معدماش تريكينيلا عليهم لأن الخنزير لا رعى في الحقل ورعاة من أوراها الغنم فإلوتها وهو خطير ولذلك في أوروبا يريزير محرمين على الحيوانات وحتى في المجازير الخنزير تدبح في قنط بوحده لم يخلطونه مع الحيوانات ولذلك المجازير دينا نقية إن شاء الله وطاع 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 ونظيفة غير نشوف المجمد على ذلك المجمد للناس يصدقوا بعد واحد التولود لذلك لا يوجد تلاجات أو يريد أن يفضلوا قديد يكون أحسن أن يدهنوا بشوية زيت الزيتون لأن الدباب لا يضعوا فوق كما هذا السائل من البروج من السطات قال لك كيف تضع لي الجراتين؟ نعم يعملوا مع هتوم القصبر حبوب وزيت الزيتون لا زيت الزيتون لا يضعوا زيت الزيتون لا يضعوا زيت الزيتون لا يضعوا زيت الزيتون إن شروه يكرم لأنه عندما يجف النشاط المائي يهبط خليه مثلاً واحد الأسبوع لا يوجد جراتين لأنه يكون ملح يعني الملح تخرج لما بسرعة أولاً ثم تقتل جراتين هذا جوجة الميكانيزمات هؤلاء الناس قديد جيد لما لا؟ لا يبقى لدينا هذا المنتوج هذا كما قلت للمجيبنة هو المجيبنة نعم يرجعوا لك الشمالياً يدور المجيبنة كثير من الوسط المجمد الذين يقدم مجمد يقطعوا الحم يديروش بلاستيك مباشرة يلفوه بورق حيث أن هناك طاهرة يقبل عدة أسبوع لا أظن كل شيء يبيع البلاستيك هذا البلاستيك يقول لك لا يمكن أن نغذر الحمد الحاولي يعني بيض يقول لك هذا بأنه صحي نعم يلفوه بلاستيك صحي لا يكون هناك بلاستيك صحي ليس هناك بلاستيك على وجهة أرض صحي حتى البلاستيك المنطير فيه نسبة غير واقل من الاخر فقط قل من ذلك التي يصيبه منه الجوال إذن طريقة التخزين كيف يعمل طريقة التخزين ويقطع الحمد جميع الكمية التي ستستعملها مثلاً كيلولا كيلولا من يجبد من تلاجه يجبد كما يعمل من أكياس متعددة ويقوم بسيحل شيء آخر لأن الى خرج المجميد الوضع يتخفونه في المسخفى يعني لفوا في الوراق عادي عمله في البلاستيك ورق بيض أي ورق أو توب ويقوم بتعب Lyftog وامل ذلك بلعم اللحم عادي عادي في البلاستيك يكون أحسن لا يخصونا الى الحم لمدة سنة إلا وصدقنا التولوت وناسكال للحم يعني أنا تصلوا إلى النساء أن اللحم ذا العيد الفيت بقي عندهم هو مدير؟ ليس مدير ولكن الله سبحانه وتعالى يجب تصدقه ويأكله الناس وهي أمنه أشياء ممكن يبقى في المجمد إذا كانت درجات سلبية ناقص 9 أو لا ناقص 19 أو حتى سنة و سنتين ولكن بالنسبة للعيد مثلا نكملوه واحد شهرين ونأكلوه لا يجب أن يأكلوه من نورا ويجب أن يأكلوه من الناس وغير نوصي واحد الوصية مهمة جدا أن الناس يغلبوا النبات على اللحم أثناء الأيام يغلبوا نبات الخضار والسلطات والخبز وهذه الأشياء يغلبوها على اللحم أن يحاولوا ما أمكان ما يشوهوش بالفرن للغاز لأن هذه المواد الاحتراق ديال الغاز بيروليز ديال هذا الشيء غدا تقادي هذا اللحم يعني هذا الطبيق ما غادش يكون مزيان فالعليين هذا العيد أولا قبل ما نودعو هذا المستمعين عيد مبارك سعيد ونتمنى الخير لهذه المؤمنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد أن يطالع يومنا على كل الأمة المغربية وعلى رأسها أمير المؤمنين صاحب الجلال نصره الله ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يزيدنا من فضله ونعمه وأن يمنى علينا بالسعادة والسرور وإن شاء الله هذا البلد هو بلد طيب إن شاء الله والدعاء ديالآبائنا وديالأجدادنا والدعاء ديالصالحين دياله البلاد يعني الله سبحانه وتعالى إذا تقبل الدعاء إذا استجاب للدعاء إن شاء الله فلن يكون هناك أي مشكلة أكيد دكتور شكرا لكم دكتور عافي